موسيقى مشاهدي العزاء مشاهدي قناة الموريتانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة المباركة من برنامج كمو الأسبوعي معاملات هذا البرنامج الذي نسلط فيها الضوء على أهم المنتجات المالية الإسلامية المعاصرة وعلى أهم الخدمات المالية المصرفية التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية نسلط فيها الضوء كذلك على أهم القضايا والمعاملات التي تعترنا ونحن ندخل إلى أسواقنا ونلجو إلى صفقاتنا موضوعنا لهذا اليوم موضوع من الأهمية بمكان يتعلق بالمال عموماً في الشريعة الإسلامية يتعلق بالاقتصاد الإسلامي يتعلق بالشعائر الإسلامية ويتعلق بالدعائم الإسلامي الخمس نتحدث اليوم عن الزكاة عن الزكاة من موضوع قديم مستجد نتحدث عن مسؤولية الدولة عن تنظيم الزكاة جباية ورعاية وتثمير وتوزيع أجل أمر الزكاة يتعلق بشعيرة دينية وفريضة شرعية يتحمل المجتمع مسؤوليته ويتحمل الفرد المالك للزكاة المالك للمال مسؤوليته عن إخراجه وتتحمل الدولة رعاية هذه الشعيرة بوجه عام كانت البداوة في بلادنا تحول دون تنظيم هذه الشعيرة الإسلامية فكان المجتمع وكان الفرد الغني المسلم يقوم بمسؤوليته الشرعية أولا تجاه ربه عز وجل وذانيا تجاه شعبه ومجتمعه لإيصال رسالة الزكاة الدينية من حيث هي شعيرة من شعائر الإسلام ودعيمة من دعائمه الخمس ثم أيضا إيصالا لهذه الرسالة الاجتماعية الاقتصادية الروحية من جانب آخر فإذا كان المزكي سيستفيد من الزكاة في مجال القرب من ربه عز وجل وفي مجال استلال سخيمة البخل والشح من قلبه إذانا بدخوله لنادي المفلحين ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون فإنها كذلك شكر لنعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليه أنعم عليه بهذا المال وأنعم عليه بالصحة والأمن للتزود من هذا المال للآخرة أولا ثم للاستفادة منه في حياته الدنيا في مجال المباحات وهو كذلك إخراج هذه الزكاة يعد رافدا أساسيا من روافد وحدة الأمة وتكافلها الاجتماعي وانسجامها وجسر الهوة بين أغنيائها وفقرائها حيث يكون الفقراء أيضا يرون أو ينظرون إلى أموال الأغنياء على أنهم شركاء فيها حيث فرض لهم الشرع الحكيم نصيبا مفروضا من هذا المال كانت البداوة كما قلت وعدم وجود الدولة المركزية ترجح الفقهة الأحادية أو الفقهة الفردية لشعيرة الزكاة بيدع أنه مع قيام الدولة الحديثة وهيمنتها وقيامها على واجباتها وعلى مصالح شعبها فإنه يجب أن نعود بالأمر إلى جذوره وأصوله هناك مسؤولية شرعية للدولة عن شعيرة الزكاة نعم هناك لأن الله تبارك وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأخذها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هي كذلك فريضة وشعيرة من شعائر الإسلام فكما أنه يجب على الدولة أن تقوم بمسؤوليتها تجاه إقامة شعيرة الصلاة إقامة للبنية التحتية من مساجد ومرافق وتحديداً وفرضاً للأئمة والمؤذنين والقائمين عليها وتسهيلاً لمؤسسة المسجدية للقيام بدورها التنويري والتعليمي والتثقيفي والإصلاحي في المجتمع وكذلك كانت الدولة يجب عليها من مسؤوليتها كذلك أن تقوم على شعيرة رمضان أن توفر الأجواء الرمضانية الروحية التي تسمح للمواطن المسلمين أن يقتنص هذه السانحة الربانية المباركة وإذا كان من مسؤولية الدولة كذلك أن تنظم الحجة أحسن تنطين وأن تقوم عليه بعدالة لتيسير وصول حجاج بيت الله تبارك وتعالى من مواطنها والمقيمين على أرضها إلى تلك الأرض المقدسة فإنه يجب عليها كذلك أن تقوم على هذه الشعيرة المباركة بكل شفافية وصدق بجبايتها بحص على أن لا يبقى عقال يجب أن يخرج من الزكاة إلا أخرج أقول بجبايتها بجدية وصرامة ثم بتوزيعها بعدالة كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل السعات لجباية الزكاة وكان يسم إبل الزكاة كذلك بميسم لله وكان يحمى لإبل الصدقة الحما كذلك قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أرسل النفر الذين غدروا برعاة إبل الصدقة أرسل بهم إلى إبل الصدقة حين اجتووا المدينة وهذا يدل كما يدل بعد ذلك عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الدولة كانت تتولى جباية الزكاة وتقوم على صرفها في مصارفها المحددة شرعا إذا كان الفقهاء قد تحدثوا في فترة من الفترات على المال الظاهر وعلى المال الصامت فأوجبوا على الإمام سمحوا للدولة أن تأخذ زكاة الأموال الظاهرة كالحيوان وكبهيمة زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الثروة الزراعية وتحدثوا عن المال الصامت وهو الأموال الأخرى من الورق ونحوها فإن لنا وقفتين مع هذا الموضوع أولا أن الفقهاء عندما تحدثوا عن أن زكاة المال الصامت إنما تقع على صاحبه فقط دون تدخل من الدولة قالوا إذا لم يأمر الإمام بذلك فإذا أمر الإمام بذلك إذا صدرت القوانين تلزم بإخراج الزكاة ولو كانت من الأموال الصامتة فإنه حينها سيرتفع الخلاف وسيكون على كل أن يخرج ماله للمؤسسة المعنية بذلك ثم إن لنا كذلك من الناحية الواقعية أن نقول إنه لا يوجد اليوم أو لا يكاد يوجد اليوم مال صامت نظرا لما تفرضه قواعد الشفافية والإفصاح في المؤسسات مؤسسات القطاع المصنف فإنه لم يبق مع القوائم المالية المنشورة لم يبق مع الشفافية والإفصاح مال صامت يمكن أن نتشبث معه بذلك القول الفقهي القديم هذا وإذا صدرت القوانين ملزمة بإخراج الزكاة فحينها لم يبق لنا إلا أن نسلم بذلك فقه هناك أيضا مسؤولية الدولة القانونية والتنظيمية عن هذا القطاع ذلك أننا نتحدث عن أموال طائلة هي أموال الزكاة المفترضة نتحدث كذلك عن وضعية للزكاة ليست مثارا لأن نعجب بها أو أن نسر أو أن نطالب ببقائها على حالها حيث إنه من الملاحظ بل إن الدراسات قد ذهبت إلى أن كثيرا من الأموال للأسف لا تقدم زكواتها أو لا تقدم كما ينبغي وإذا قدمت هذه الأموال فإنها لا تقدم للمستحقين دون منة لا تقدم لهم في الغالب إلا وفق القرابات والمعارف وما إلى ذلك فمسؤولية الدولة عن الجباية الملزمة أولا حتى نضمن إقامة هذه الشعيرة وحتى نضمن دخول هذه المداخل التي استثناها الله تعالى من أموال الأغنياء لترد على الفقراء وليستفيد منها المصارف القائمة من المصارف الثمانية كذلك رعاية للضعفة والمساكين وتخفيفا على المدينين وخفضا للمديونية ورعاية لابن السبيل وكذلك لإقامة حدود الله تعالى والدعوة إلى الله عز وجل ولبقاء الأمة المسلمة متماسكة لبقاء اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع أغنيائهم وفقرائهم وغيرها من رسائل الزكاة التي لا تكاد توجد إلا إيا كانت الدولة هي القائمة على الجباية الملزمة وعلى التوزيع العادل من جانب آخر هناك أيضا ما أصبح يسمى بالتدبير والتسيير وتذمير أموال الزكاة كذلك صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي صدر عنه قراره ذو الرقم 15 في دورته الثالثة سنة 1986 صدر ذلك القرار المبارك الذي يجيز لمؤسسات القائمة على الزكاة أن تستثمر الفوائض ما يفيض وما يزيد عن الحاجات الملحة المستعجلة للفقراء والمساكن أن تستثمر هذه الأموال بشروط معينة أن تكون هذه الاستثمارات استثمارات لا تخالف الشريعة وأن تكون لها تصنيف يكون لها تصنيف إتماني عال بأن لا تكون مخاطرها مرتفعة وأن تكون كذلك بعد السج الحاجة المستعجلة لذلك هذا إضافة إلى أن المسؤولية التنظيمية للدولة أيضا تترجح بوجود قاعدة البيانات قاعدة بيانات الفقراء عموما على مستوى الدولة هذه القواعد قواعد البيانات هذه إنما تتوفر للدولة والمؤسسة التي تضع الدولة ثقة فيها كذلك خارطة الفقهاء خارطة الفقهاء وكذلك خارطة الفقراء أيضا على مستوى الدولة هذه الخرائط إنما تمتلكها الدولة وهي التي تمتلك الحق في تجبير هذا الأمر وفي تقديم المستحقين وتأخيرهم هناك أيضا مرجح آخر وهو أن الدولة إذا وزعت الزكاة تم توزيعها بالفعل دون منة ودون أذن للمستحق الآخر فإنه يأخذ حقه ويأخذ ماله الذي أعطاه الله تعالى له دون منة من فلان أو علان ودون تبعية له كذلك فيها كذلك خدمة للمزكي حيث أنه يندب له أصلا حتى في ظل فقه الفردي للزكاة فإنه يندب للمزكي أن يأخذ نائبا عنه لصرف الزكاة خشية من المن أو خشية مما قد يلحقه من الرياء ونحوه فإذا كان يخشى حب المحمدة أو كان جاهلا بموضوع إخراج الزكاة كان ذلك الجهل جهلا بمحاسبتها أو جهلا بأحكامها الفقهية فإنه يجب عليه أن يأخذ نائبا يخرج عنه هذه الزكاة يقول العلامة محمد مولود في كفافه يقول وندبت إنابة وإن تحب محمدة أو تجهل الحكمة تجب وإن تحب محمدة أيها المزكي أو تجهل الحكمة سواء كان هذا الجهل جهلا منحاسبيا أو كان جهلا فقهيا تجب عليك وهنا إذا كان الساعي المرسل من الجهة المختصة قانونا موجودا فإن المزكي سيريخ نفسه في هذه الحالة ونحن نتحدث في هذه الأيام عن توجه الدولة لفتح مؤسسة معنية بالزكاه هي المؤسسة الوطنية للزكاه فإننا ولابد أن نشير إلى متطلبات نجاح أساسية في هذا المضمار لا بد من الحديث إلى أن وضع الدولة يدها على الزكاة جباية ملزمة واستثمارا ذكيا وتوزيعا عادلا أن هذا من اختصاصات الدولة أصالة من لدن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرورا بفترة الخلفاء الراشدين وحتى إن الساعية في نصوصنا الفقهية كان شرط وجوب إن كان في المال الظاهر وهو شرط وجوب إن كان كما قال خليل نعم لا أذكر دولة من دولنا المسلمة إلا ولها قوانين تسلط الضوء على الزكاة على جبايتها وعلى توزيعها باستثناء بلادنا فإلى الآن لما يصدر أي قانون يتحدث عن الزكاة حسب الطلاع القاصر أجل نستبشر خيرا بتوجه الدولة لوضع يدها على الزكاة ولإحترام ولرعاية ولرفع من مستوى هذه الشعيرة الإسلامية الروحية الربانية المالية الاجتماعية حتى تحقق رسالتها كاملة رسالتها الاجتماعية في ردم الفوارق بين المجتمع وفي إقامة الشراكة المطلوبة بين الأغنياء والفقراء من خلال هذه الفريضة الربانية وكذلك من ناحية القضاء على الفقر ومخلفاته وخدمة المحرومين من أبناء هذا الشعب أقول هناك متطلبات نجاح أساسي عامة التجارب التجارب الدول التي قامت على مأسسة الزكاة وعلى رعايتها قامت نجاحاتها الدول التي نجحت قامت نجاحاتها أولاً على إلزامية إخراج الزكاة للمؤسسة المعنى التي تخولها الدولة وتخولها القوانين أن تأخذ الزكاة وأن تجبيها وأن تتصرف فيها كذلك استثماراً لبعضها وخدمة للفقراء من ذلك الاستثمار ثم بتوزيعها التوزيع المباشر عندما نتحدث عن استثمار الزكاة فإننا نتحدث عن تمويل بعض أموال الزكاة لمستحقها عن تمليكها لهم بالأوصاف وليس بالأسماء إذا كنا في التوزيعات المباشرة نعطي مليون لزيد وعشرة ملايين لعمر وخمسمائة ألف لبكر انطلاقاً من التقديرات الموضوعية لخارطة الفقراء والمحتاجين فإننا في تثمير الزكاة وفي إقامة المشاريع المدرة والنافعة نعطي هذه الكتلة المالية 20% أو 30% من أموال الزكاة في هذه السنة فإننا نعطيها مثلاً للفقراء لكن الفقراء بأوصافهم وليس بأسمائهم سنقيم هذا المشروع المدير سنقيم هذا المشروع الصحي سنقيم هذا المشروع التعليمي سنقيم هذا المستشفى سنقيم هذا العقار أو هذا المجمع العقاري وعلى أن يكون ريعه والاستفادة منه محصورة لمصارف الزكاة المحددة هنا أعطينا هذه الأموال ودفعناها لمستحقها لكن لمستحقها بأوصافهم وليس بأسمائهم وهكذا نضمن الاستفادة القصوى وإيصال رسالة الزكاة كما هي هل نعتبر هذا إخراجا لقيمة الزكاة مع الاختلاف في ذلك وجوازه عند كثير من العلماء من بينهم الشباب بن عبد العزيز المالكي بل إن الإمام اللخمي قد فضله إذا كان المصرف أرغب فيه هل نخرج الزكاة كما هي إلا أننا نملكها كما أشرت للفقراء والمساكين وللمحتاجين الذين هم مصرف لها بأوصافهم وليس بأسمائهم فهذه مدرسة نموذجية تمولها هيئة الزكاة لا يستفيد منها مباشرة أو من ريعها إذا استفاد منها الغير بمقابل لا يستفيد منها أو من ريعها إلا الفقراء والمساكين فهي معنية بالرفع من مستوى أبناء الضعفة وأبناء الفئات الهشة للرفع من مستوياتهم وتدرسهم تدرسا نوعيا يسمح بإخراجهم من دائرة الفقر والعوز والجهل إلى أن يكونوا في الصفوف المتقدمة من أبناء شعبهم وهذا مستشفى نموذجي يقدم خدمات طبية رفعة وهو ملك خاص لهيئة الزكاة لا يستفيد منه بالنتيجة والنهاية إلا الفقراء فإذا جاءوا إليه قدمت لهم الخدمات مجانا أو شبه المجان أو بشبه المجان وإذا استفاد منه غيره من إخوتهم والأغنياء دفع رسوما أيضا تعود إليهم وتعود على مؤسستهم بالتطوير والنجاح هناك أيضا من متطلبات النجاح الأساسية الشفافية والإفصاح فلا بد أن يكون القائمون على الزكاة لا بد أن تكون المؤسسة القائمة على الزكاة تسير وتسير بشفافية كاملة وبإفصاح كامل بعيدا عن أي نوع من سوء التسير أو عن أي نوع من تبذير المال أو عن أي نوع من الشبهات التي تذار حولها لأن مخاطر السمعة فيما يتعلق بهذه المؤسسة ستكون هدامة وهدامة للغاية لأننا نتحدث عن شعيرة إسلامية عن مؤسسة سيحيل إليها الفرد المسلم زكاة ماله التي هي فرد من فرائض الله عليه ودعيمة من دعائم دينه فينبغي أن يكون البياض كما يقال قليل حمل للدنس وأن تكون هذه المؤسسة لديها من الشفافية ومن الضمانات بالإفصاح ما تجعلها بعيدة عن كل الشبهات فهذا من أهم الأمور التي تضمن النجاح لهذه المؤسسة وتضمن لها الاستمرارية وتضمن لها ذقة جمهورها الذي يتعاطى معها وهناك أيضا وهي غير بعيدة من الشفافية والإفصاح الشراكة الفعالة مع الجهات المعنية بالموضوع الشراكة الفعلية مع العلماء والفقهاء الشراكة الفعلية مع أرباب العمل الموريتانيين لأنهم عمدة المزكين الشراكة الفعلية مع مثلا اتحادات المنمين واتحادات المزارعين وغيرها بل الشراك هؤلاء جميعا في هيئات الرقابة لهذه المؤسسة ضمانا لثقتهم ومتابعتهم وإسهاما منهم كذلك في تجويد هذا العمل والقيام عليه أحسن قيام هناك أيضا ما يمكن أن نسميه بحزام الأمان الفقهي أن تكون هناك شراكة حقيقية مع فقهاء القطر فقهاء البلد جميعا حتى يستئنس بأقوالهم وبآرائهم ومواقفهم من هذه المؤسسة وحتى يروا بأم أعينهم تلك المصالح الشرعية والمصالح التنظيمية والمصالح المصلحية الاجتماعية والاقتصادية التي سيوفر توفرها مأسسة الزكاة وقيامها على وقيام مؤسسة من مؤسسات الدولة على رعايتها والرفع من شأنها هناك أيضا الاستقلالية لا بد لهذه المؤسسة التي تستقبل الزكاة جباية وتقوم بتثمير بعض أموالها وتدبيرها وتقوم كذلك بتوزيع هذه الزكاة التوزيع العادل لا بد أن تكون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة ذلك أن الزكاة لها مصارف محددة لا يمكن أن يصرف منها على جميع حاجات الدولة أجل بالضرورة سوف تخفف الزكاة وسوف يخفف توزيع الزكاة عن كاهل خزينة الدولة مثلا كانت تصرف أموال طائلة في محاربة الفقر وفي الرفع من المستويات المعيشية للمواطنين وفي الأمن الغذائي للجهات الهشة وفي قيام المؤسسات الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغيرة والمجرة للدخل سوف تقوم الزكاة بمسؤوليتها في هذا الإطار وبذلك ستخفف ضرورة عن مؤسسات الدولة وعن ميزانيتها إذن نتحدث عن مسؤولية الدولة عن تنظيم قطاع الزكاة وعن الرفع من مستواه عن أن هذا الأمر فريضة شرعية وضرورة واقعية وأن واقع الزكاة الآن لا يؤسف على تغيره خاصة إذا كنا سنضع الضمانات الكفيلة بأن يكون هذا التغير تغيرا إلى الأحسن شفافية وإفصاحا والتزاما بالجوانب الشرعية والمحاسبية والشفافية والحكامة الراشدة في هذا الإطار استفادة مما وصلت إليه تجارب الدول المسلمة وصولا للحقوق الشرعية للفقراء في أموال الأغنية إلى هذا الحد نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة لاستفساراتكم وأسئلتكم وملاحظاتكم يسعدنا أن تكتبوا إلينا على صفحة قناة الموريتانية الظاهرة على الشاشة وعلى صفحة معد ومقدم البرنامج الظاهرة على الشاشة كذلك إلى هذا الحد هذه تحياتي وتحيات الفريق الذي أشرف على هذه الحلقة وإلى الأسبوع القادم هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته